أربيل تدخل على خط الوساطة من جديد زيارة رئيس إقليم كردستان نجيرفان بارزاني إلى بغداد والنجف قد تكون امتدادا لجولته السابقة مساعل بارزاني قبل ساعات من انتهاء مهلة السيد الصدر قد تحمل في طياتها مبادرة لحل الأزمة والوصول إلى نقطة التقاء بين جميع الأطراف السياسية هذه الزيارة سوف تكون فيها اجتماعات مع السيد الكاظم مع السيد برهم صالح مع السيد الحلبوسي وحتى مع رئيس مجلس القضاء الأعلى ولكن حزبيا أيضا لكون الحزب الديمقراطي الكردستاني جزءا من تحالف إنقاذ وطن أو تيار إنقاذ وطن سوف تكون هناك العديد من المسائل التي ستتحدث عن هذه الاستحقاقات الانتخابية وضرورة الإسراع في حل المشكلة إما بالاتفاق على إعادة الانتخابات أو بتشكيل حكومة إنقاذ وطني وبرغم عدم إعلان قوى الإطار التنسيقي في بيان رسمي لها رفض مبادرة السيد مقتدى الصدر إلا أن العديد من الأطراف المنظوية فيها وصفت مطالب الصدر بغير الواقعية واضح بأن الكتل السياسي رفضوا مبدأ حل الأحزاب والكتل لأن أصل الدولة العراقية واقفة على برلمان مشكل من أحزاب وكتل سياسية وكيف يتم هذا العمل أنا أتصور هذه الفترة الزمنية التي تحدد بين الحين والآخر ملزم لمن يطرحها وليس ملزم لمن يسمعها لأن الجو العام يحتاج توافق وطني حالة من الترقب والحذرية مر بها المشهد السياسي في ظل تمسك أغلب الأقطاب المتنافسة بمواقفها رغم المبادرات والوساطات المتعددة لإخراج البلاد من أزمته وإنهاء الاعتصامات المطالبة بالإصلاح والتغيير أحمد عرام العراقية الإخبارية بغداد